اشتركوا في القناة ونصح ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب المواطنين بالتريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار متوقعا حدوث هدوء نسبي وتراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن أسعار الذهب في الأسواق مبالغ فيها حاليا ولا تعبر عن السعر العادل حيث أن هناك عدم استقرار في أسعار المعدن الثمين في الوقت الحالي مؤكدا أيضا أن السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 هو المفترض 1900 جنيه وضفرك في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب في الوقت الحالي كمدخرات وملاذ آمن وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة الأسعار متوقعا تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مثل ما حدث في الأسابيع الماضية بعد صعود سعر الذهب ثم الانخفاض مرة أخرى لفتن إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة ولا تعبر عن السعر العادل الجدير بالذكر أن قانون الرقابة على المعدن الثمينة والأحجار ذات القيمة يحظر بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية أو بإحدى علامات الدماغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل وفي جميع الأحوال تحدد علامات الدماغات المصرية والدماغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية دي كل التفاصيل المتعلقة بأسعار الذهب وحالة التوتر أو عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب مؤخرا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة واللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابق موسيقى